في إسرائيل يجتمع الكابنت الإسرائيلي لبحث ملفي التبادل وجبهة الشمال بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بأن إسرائيل تنظر الآن إلى الشمال لأن الجيش الإسرائيلي قضى على لواء رفح التابع لحركة حماس بحسب قوله وفي نيويورك عقد مجلس الأم جلسته الشهرية بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية سبل إنهاء الحرب في غزة وفي القاهرة تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وسط عقبات عديدة أبرز هذه العقبات إسرار إسرائيل على رفض الانسحاب من محور في لديلفي بعد يوم من مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي وصفت بالصعبة ميدانيا أفاد مراسل الحدث بأن مدينة دير البلح في قطاع غزة تعرضت لقصف إسرائيلي متواصل في ظل استمرار الغارات على وسط دير البلح ونزوح العائلات باتجاه المناطق الغربية وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي برا إلى مدينة دير البلح كما تمكنت القوات الإسرائيلية من التوغل من الجبهة الغربية لخان يونس وهي على تخوم منطقة المواصي حيث يوجد فيها أكثر من مليون نازح هكذا يبدو المشهد هنا في المنطقة الوسط داخل مدينة دير البلح بعد تهديد الجيش الإسرائيلي لسكان هذه المنطقة خاصة منطقة إبلوك 129-130 بالإخلاء والنزوح باتجاه منطقة غرب مدينة دير البلح كل هذه العائلات وكل هؤلاء النازحين باتوا يغادروا المنطقة باتجاه منطقة مواصي مدينة خان يونس واتجاه غرب مدينة دير البلح هذه المنطقة مليئة بألاف السكان وأيضا مليئة بألاف العائلات النازحة خاصة وأن في هذه المنطقة العشرات من مراكز الإواء سواء العشوائية أو الرسمية باتوا ينزحوا باتجاه منطقة غرب مدينة دير البلح لا متسع لهذه العائلات وباتوا ينزحوا باتجاه منطقة شاطئ البحر لعدم وجود متسع لهذه العائلات في ظل تضييق الجيش الإسرائيلي الخناق على العائلات النازحة وتقليص المساحات الآمنة أيضا في مدينة دير البلح وفي مدينة خان يونس الحمد لله على السلام الله يسرح حياك الله الزوايدة والله فجأة قالوا البلوك 129 يخلي المكان فجأة يعني فإحنا طالعين من الدير على الزوايدة والله منعاف الناس ما بزا طلو هذه العائلات تبدأ معاناتها بعد الخروج من مراكز الواء الموجودة في مدينة دير البلح ثم تبدأ بعملية البحث عن مراكز الواء جديدة وملاذ لها وخيام يمكن أن تنصب خيمتها فيها في ظل توقف غالبيت المؤسسات الأهلية والدولية عن استقبال هذه العائلات وعدم وجود خطط رسمية وخطط طوارئ لاستقبال كل هذه العائلات التي باتت تنزح من مدينة دير البلح ومن باقي مناطق قطع غزة المساحات الآمنة باتت تتقلص أمام العائلات النازحة ومساحات القتال باتتتوسع لأول مرة تصل الدبابات إلى المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح بالإضافة لتوسيع دائرة الإخلاء لتشمل أجزاء كبيرة من المنطقة الشرقية والوسط في مدينة دير البلح وهي آخر منطقة يمكن أن تلجأ إليها العائلات والتي ادعى فيها الجيش الإسرائيلي على أن هذه المناطق مناطق آمنة ويمكن للعائلات أن تنزح إلى هذه المنطقة والآن تهرب هذه العائلات من القذائف والصواريخ باتجاه المنطقة الغربية أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من منطقة وسط مدينة دير البلح وبتفاصيل اجتماعات القاهرة عقبات عديدة أبرزها إسرار إسرائيل على رفض الانسحاب من محور فلاديلفيا في حين تؤكد حركة حماس تؤكد رفضها لأي اتفاق لا يحقق انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة وبدء العمار وإنهاء الحصار ويعلق الوسطاء في مصر وقطر يعلقون أمالهم للتوصل إلى صفقة بين الطرفين على مقترح أمريكي معدل يطالب بتنفيذ الاتفاق على مراحل تبدأ بإطلاق حماس سراح الرهائن للمدنيين الإسرائيليين الأكثر ضعفا من القاهرة ينضم إلينا مراسل حدث أحمد عثمان من واشنطن مراسل حدث حسين الطود مرحبا بكم أبدأ من عندك أحمد لأسأل جولة القاهرة الترتيبات لها والوفود المشاركة نعم تحياتي لك حسين أهلا وسهلا بداية حتى الآن لم يكن هناك أي إشارة رسمية أو بيانات رسمية من مصر حول انطلاق هذه الجولة أو هذه الزيارة المعلومات الأولية كانت قد أشارت بالفعل بأنها من المفترض أن تبدأ الخميس والجمعة المصادر أكدت أو بعض المصادر أكدت بأن هذا الوفد يعني من المفترض أن يصل إلى القاهرة خلال فترة قليلة على أن تكون ربما بداية الجلسات مع مساء اليوم على أن تستأنى صباح الغد نحن نتحدث عن مشاركة معتادة من الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس المصاد وأيضا الشامبات وأيضا سيكون هناك ممثل عن الأسرة وسيكون هناك أيضا ممثل عن الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي وهناك حديث بأنه في حال ربما الوصول إلى الحالة في بعض المواضيع قد يكون هناك لحاق ووصول لرئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز لينضم إلى الوفد في القاهرة خلال الساعات المقبلة أيضا بحسب المصادر بأن هذه سيكون هناك تركيز على جزئين الجزء الأول هو فيما يتعلق بقصة معبر رفح والقوات الإسرائيلية المتواجدة على الجانب الفلسطينيين من معبر رفح وأيضا فكرة أيضا التواجد الإسرائيلي على طول محور أو ممر فلدالفي هذه النقطة تحديدا كانت إحدى العقبات التي كانت مثار حديث خلال الفترة الماضية الموقف المصري أكد في أكثر من جولة وفي أكثر من رسالة سواء مباشرة أو عن طريق الولايات المتحدة بأنها تتمسك بأن يكون هناك التزام بما جاء في ملحق اتفاقية المعابر الموقع في سبتمبر عام 2005 وهناك على الجانب الآخر تصريحات تخرج من الجانب الإسرائيلي وتحديدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكان آخرها أثناء لقائه أو اتصاله أمس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لأن هناك رفضا إسرائيليا الحديث يدول الآن عن خطط معدلة عن اقتراحات من خارج الصندوق عن خرائط بديلة فيما يتعلق على الأقل بالمرحلة الأولى لأن يكون هناك موازاة فيما يتعلق بانسحاب إسرائيلي ربما استبدال للقوات طوارئ ليكون هناك تحرك في موازاة ما يتم الحديث عنه من الجولة الأولى من انفاذ صفقة المحتجزين نحن نتحدث عن مواقف متباينة ونتحدث عن محاولات أمريكية لتقريب وجهات النظر وسد الفجوات وهو المصطلح الذي استخدمه كثيرا خلال الفترة الماضية في محاولة للوصول إلى الصفقة أو الجولة الأولى نجاح الجولة الأولى من هذه الصفقة دعني أحمد أسأل حسين عن مسألة المحاولات الأمريكية لتقريب وجهات النظر حسين ما جديد ما تعمل عليه واشنطن فيما يخص صفقة أو على الأقل وقف إطلاق النار المؤقت حسين رغم أن الأمل كما بات يوصف هنا يتبدد ويضعف لكنه ما زال منعقدا على هذه المحادثات المقررة في القاهرة لتجسير الخلافات ولتجاوز العقبات العالقة النقاط العالقة التي تتفضل الزميل أحمد بذكرها هذه ما زال الأمريكيون يحاولون الدفع قدما بحركة حماس وبإسرائيل لتخطيها من أجل التوصل إلى اتفاق الرئيس بايدن كان عبر عن أمله بأنه يمكن أن يكون هناك اتفاق نهاية هذا الأسبوع ومازال الأمريكيون يضغطون بهذا الاتجاه ويقول وزير الخارجية أنتوني بلينكين قبل مغادرة المنطقة بأن هذه قد تكون آخر فرصة لاسترداد الرهائل والتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية لأهالي قطاع غزة ولكن هذه النقاط العالقة تصطدم بتعنط إسرائيلي وبرفض حماس أيضا لما يتقول بأنه اتفاق لصالح إسرائيل أكثر موضوع الانسحاب من قطاع غزة الانسحاب الإسرائيلي وموضوع معبر فلادالفي هو موضوع شائك يتوقف عنده الطرفان إضافة طبعا كما نعرف موضوع تبادل السجناء المحتجزين لدى حركة حماس مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هذا الأمر لن يكون سهلا ولكن ما نعرفه من خلال التسريبات ومن خلال ما نقرأه عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة حتى الآن برغم أن الأمل ضعيف ما زالت تدفع من أجل إقناع الطرفين لتحقيق نتيجة إيجابية للسياسة الخارجية لإدارة الرئيس بايدن التي تبحث عن إنجاز في السياسة الخارجية وترى بأن توصل إلى اتفاق سيكون أهم إنجازاتها الخارجية في هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بالضغوط الداخلية التي تواجهها إدارة بايدن إن كنا نتحدث عن الضغوط من داخل الحزب الديمقراطي ومن خلال المظاهرات التي نراها أو من الجمهوريين ومن دونالد ترامب الذين يحاولون الضغط على إدارة الأمريكية ويصفونها بأنها إدارة فاشلة على المستوى الخارجية دونالد ترامب يقرر ما يقوله دائما بأنه لو كان في الحكم لما وقعه هجوم السبع من أكتوبر الجمهوريون يلومون الديمقراطيين ويلومون إدارة بايدن بأنها ضعيفة في مساعدة إسرائيل التي تخلت عنها كل هذه الأمور تحاول إدارة بايدن الآن أن تضع ثقلها في هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل ولكن الأمر بياته صعبا كما يقول الكثير من الخبراء والمراقبون بسبب الموقف الإسرائيلي وموقف حماس شكرا جزيلا لكم من واشنطن مراسل حدث حسين الطود ومن القاهرة أحمد عثمان في نيويورك حث مناسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند جميع الأطراف على سرعة التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فورا مشيرا خلال كلمة في جلسة لمجلس الأمن إلى أن الاتفاق بات ضروريا لعدم تفجر الوضع في المنطقة مع كل هذه التجاهات السلبية وبعد أكثر من ثلاثمائة يوم من الحرب في غزة أصبحنا عند نقطة تحول في الشرق الأوسط إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن في غزة أمر حكمي الآن من أجل السلام والأمن الإقليمي وقد وصلت التأكيد على هذه الرسالة دعما للتهديئة الإقليمية في المناقشات مع الأطراف المعنية ودول أعضاء في المنطقة بما في ذلك لبنان قطر ومصر وأشيد بالمسطة مصر وقطر والمتحدة على جهودهم الدؤوبة المتواصلة في الدوحة وقاهرة هذا الأسبوع وأحط الطرفين على التوصل إلى صفقة في الأيام المقبلة من جهتها أبلغت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لينسا توماس كرينفيلد مجلس الأمن بأن اتفاق ووقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سرح الرهائن يلوح في الأفق الآن وحثت أعضاء مجلس الأمن على مواصلة إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تعرقل إتمام هذا الاتفاق المتحدة تدعم دعماً راسخاً أمن إسرائيل وقد عمل لتعزيز مناقشات بشأن صفقة إطلاق صراحة الرهائن ووقف إطلاق النار شامل والأمر الآن يلوح في الأفق ولا يمغل أي طرف أن يتخذ إجراءات تقود من المفاوضات الجارية رئيس وزراء أكد لوزير الخارجي أمريكي أن حماس قبلت المقترح لسد الفجوات التي تقدمت به أثم المتحدة وقطر ومصر الأسبوع الماضي والمقترح الانتقالي هذا به عناصر تتصق مع ما طرحه رئيس بايدن في مايو من 24 والذي اعتمده المجلس في القرار 2735 وهذا يسند إلى مجالات الفاقة في مباحثات الدوحة الأسبوع الماضي السادس من مايو 2024 الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي تدخل رفح آخر معاق الحركة حماس وفق التعبير الإسرائيلي يومها وفي خلال شهر ونصف الشهر يروي مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لصحيفة واشنطن بوست أن الفرقة تتقدم بشكل كبير نحو تحقيق ثلاثة أهداف مهاجمة آخر الكتائب تدمير البنية التحتية العسكرية وقطع أمدادات الأسلحة القادمة عبر الأنفاق من مصر وتحديدا عند محور فيلاد الفئة وفي تلك الأثناء قدرت صحيفة جوريزرين بوست أن الفرقة 162 قضت على نصف كتائب حماس ودمرت حوالي 200 فتحة نفق بجانب القضاء على آخر مخزون كبير لصواريخ الحركة أما اليوم ومن مقر عسكري أنشأه الجيش الإسرائيلي في ذلك المحور والذي يرفض الانسحاب منه من أجل مكافحة إدخال السلاح كما يقول أعلن يؤاف جالنت وزير الدفاع أن الجيش هزم لواء رفح فمن هو هذا اللواء؟ إنه الخامس في الهيكل العسكري لكتائب القسام قائد هذا اللواء محمد شبانة مواقع نشاطه الرئيسة رفحه المناطق المحيطة كمخيمي يبنى وشابورة للاجئين يضم أربعة كتاب الكتيبة أو أربع كتاب الكتيبة الشرقية كتيبة خالد بن الوليد كتيبة شابورة وكتيبة النخبة وإلى جانب لواء رفح تمتلك كتاب القسام أربعة ألوية قتالية موزة على محافظات قطاع غزة لواء الشمال لواء غزة الوسطى ولواء خان يونس لدى الألوية تلك أربع وعشرون كتيبة يقول أبو عبيدة أن تقبس محركة حماس مؤكدا في تصريح أدل به الشهر الفائت أن جميعها يقاتل من أقصى بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا أما لدى الجيش الإسرائيلي فالواقع مختلف إذ أكد بيان عسكري بعد كلام أبو عبيدة تدمير معظم الكتاب الأربع والعشرين تلك باستثناء ثلاث كتاب متبقية في رفح فهل يشكل أعلان جلانت نهاية حرب بدأت قبل عشرة أشهر لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين من القاهرة ينضم إلينا الرئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس وكذلك من تل أبيب ينضم إلينا المستشار الأمني السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار مرحبا دكتور سمير أبدأ من عندك على ماذا تفاوض إسرائيل على ماذا تفاوض إسرائيل حقيقة أنها تفاوض على مصارين مصار هو المصار المعلن الذي تجتمع فيه الوفد الإسرائيلي مع الوفد المصري والوفد القطري ووفد الولايات المتحدة الأمريكية وهو على ما يسمى بمبادرة الرئيس بايدن التي أعلنت في 2-7 والتي تضمن ثلاثة مراحل أساسية من المفترض أن تكون مترابطة مع بعضها البعض وتنتهي بإنهاء حالة الحرب ووقف دائم للقتال وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية بعد تبادل الرهائن مع الأسرى الفلسطينيين ووضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة هذا هو المعلن لكن من تحت الطاولة تفاوض إسرائيل على أمور أخرى تماما الأمر الأهم بالنسبة لها هي استمرار احتلالها لقطاع غزة لأطول مدى ممكن وفي هذا الأمر كمان نتنياهو الذي بنى حياته كلها ومجده إذا كان له مجد على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بواسطة دعمه لحماس وهذا الكلام ليس ليه الكلام هذا أعلن في الكنيسة في داخل الكنيسة نفسه لبيت قال له أنت من دعم حماس على حساب السلطة الفلسطينية حتى تستمر في فصل قطاع غزة عن الضفة هو يحاول مرة أخرى أن لا يفقد هذه المسألة ويستمر في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ويبقى محتلا لقطاع غزة لأطول فترة ممكنة على أوهام تقول أنه يمكن أن يخلق بدائل لحماس وبدائل لمنظمة التحرير وحركة فتح وهذه صحة تكون من أصعب مهامي لأنه قد لا يعيش حتى لا يعيش عمريا يعني لا يعيش سياسيا حتى يرى هذا الأمر أعتقد أن التصريحات التي أدل بها مدير أمان أمس وقال أنه يتحمل المسؤولية الأساسية ولبيد رئيس الوزراء السابق قال أن على نتنياهو على قادة الجيش أيضا أن يحزو حزو مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان الذي اعتزل وقال انسحب وقال اعترف أنه يتحمل المسؤولية نتنياهو أيضا إما أن يعترف حتى لو اعترف فأنه يجب أن يحاكم على كثير من الجرائم قبل الحرب وبعدها فأنه لن يرى الأوهام التي يحاول أن يفرضها على قطع غزة من تحت الطاولة كما أشرت هذا بالنسبة للجانب الإسرائيلي دكتور سمير غطاس اسمح لي الآن سيد ألون سأتي إليك دكتور سيد ألون على ماذا يعاول نتنياهو ما هي مراهاناته يبدو بأن جولة بلينكين لم تحقق ما كانت تطمح إليه إدارة بايدن مساء الخير أذيني زيارة بلينكين أهلا أهمية من كم نواحي لنحية الأولى هي كمان قبل الجبهة الإيرانية وتهدي ووصول إلى استقرار نسبي أو منع التسعيد في هذه الجبهة بدون علاقة مباشرة لمفاوضات على صفقة أكيد كله مربوط لكله بس نياهيا كل المواضيع مربوطين بس نياهيا أذيني زيارة بلينكين إليها أمية من أحد الإيرانيين من أحد إيران من أحد نتنياهو أذيني نتنياهو ما سكر الباب رارم كل الإشعات ما سكر الباب بنسبة لصفقة هو راح يستمر المفاوضات إسرائيل هي شركة في المفاوضات حماس ما شاركت بالمفاوضات العروس ما يريد الزواج حماس يخرج من اللعوب أو موجودة خارج من الطولة بس من أحد نتنياهو المفاوضات هم موجودين على الطولة وفي كمان منحياته نيع لإستمرار المحادثات بس بأي شوروت وفي نفس الوقت منحيات نتنياهو في كمان أوامر لجيش الإسرائيلي عشان يستمر بالتكبير والتكوية وتعزيز الدارت أو الدروط العسكرية داخل الكتاع نحن شايفين اليوم كمان مش بس محادثات مثالثة مع الأمريكان ومصر بنسبة لترتيبات الأمنية في المحوى في لدلفيا في كمان منورات عسكرية داخل الكتاع وجهود لتكسيم الكتاع كمان بين المناطق ونياهيا الأكيد الوجود واستمرار المنورات العسكرية داخل الكتاع هم كواصلة الدارت على حماس نياهيا إحسنوا يبكي لحاله بدون أي قوات تحت أمره أذيني هاي أحد من الأهداف طيب باعتبارك أتيت على أن العروس التي لا تريد الزواج ماذا لو انقلبت الصورة وقلنا بأن حماس العريس والطرف الآخر هو العروس الذي لا يريد الزواج باعتبار أن العريس لم يجد شريكة حياته التي من الممكن أن تؤدي له ويبنيان سلاما حقيقيا يا سيد ألون في وفد إسرائيلي كان وفد إسرائيلي في الدوحة وحيكون كمان وفد إسرائيلي في كاهرة وإذا المفاوضات راح تستميق يكون وفد إسرائيلي بس ما في وفد من حماس موجودين برا معناته لسه من ناحية حماس هذا مش حل طوارئ حماس لا تريد حماس لا تريد التفاوض يا دكتور سيميل غطاس لا صحيح لم تكن حماس هذا خطأ شائع يرتكب الكثيرين أن حماس عفوا حماس لم تحضر المفاوضات حماس لم تحضر في أي جولة من الجولات الأخرى على الطاولة هذا أمر مبتوط فيه ومعروف تماما حماس ينقل لها ما يتم الاتفاق عليه وتقول رأيها إجابا أو سلبا لكن حماس لم تكن في أي جولة من الجولات السابقة موجودة على الطاولة تكون موجودة في المحيط لكنها لم تجلس على الطاولة في أي فترة من فترات لا في القاهرة ولا في الدوحة ولا في روما ولا في باريس قبلها وبالتالي الترديد هذه النغمة هو أمر شائع خاطئ وشائع علينا أن نقول أولا بصرف النظر عن حماس لأن حماس أصدرت بأرسلة للقاهرة قالت لها رغم اعتراضنا على تدخلات التي يطرحها نتنياهو لعرقلة التوصل إلى صفقة لكننا موجودين في المفاوضات بمعنى أنهم حاضرون وأنه سوف يستشاروا وسوف تنقل لهم وجهات النظر وهم في النهاية من يقرر ما إذا كانت الصفقة تمر أو لا السنوار هو صاحب المفاتيح وهو كما كان في القبل ليس هناك أي جديد السنوار هو الذي يحتفظ بمفاتيح الرهائن عنده هو الذي يقرر ما إذا كانت الصفقة تمر ولكن يا دكتور سمير إذا سمحت لي سنعود مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة كما تشاء ولكن أريد أن أعرف الجانب الأمريكي سريعا دكتور بنصف دقيقة لم يضغط بالشكل الكافي على حكومة بن يمين نتنياهو خلال هذه الزيارة دكتور سمير يعني في حدود العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هناك حساسية معروفة في العلاقة ما بين أمريكا وما بين إسرائيل لم تمارس ضغطا إلا في حالات نادرة أشير هنا مثلا إلى أنه عندما بدأت مؤتمر السلام في مدريد كان شمير هو رئيس الوزراء وشمير قال لن نذهب إلى هذا المؤتمر حجبت الولايات المتحدة تمانية مليار دولار كانت ستوجهها إلى إسرائيل شمير سقط وجاء بعده رابين مباشرة إذا أرادت أمريكا وأكرر ولدينا دراسات عديدة عن هذه الأمر إذا أرادت أمريكا فإنها تستطيع أن تؤثر حتى على تعيين ضباط في القوات المسلحة ولديها في الجيش الإسرائيلي ولديها أسماء وتواريخ لمن يريد إذا أرادت أمريكا أن تتدخل فهي تستطيع أن تتدخل وفي النهاية بأكثر وأكثر كانت إسرائيل محمية والآن أو كانت لها علاقات مميزة مع أمريكا سيدة لون الآن ودرس أبريل الماضي يؤكد أنها صارت أكثر محمية أمريكية إذا أرادت أمريكا ولكن الإرادة الأمريكية هي الغي تتيجة حسابات فسيرة هناك رأي أمريكي من محللين وعسكريين وكذلك أستراتيجيين يقولون بأن العقبة أمام وقف إطلاق النار هو نتنياهو نتنياهو شخصيا باعتبار أن حتى هذه الإدارة إدارة بايدن لم تستطع أن تنتزع أو تشتري منه الموافقة رغم صفقة السلاح الكبيرة التي أرسلتها لها لا يريد السلام حابات أرود بالجملة كثيرة على سؤال على الدرد الأمريكي يعني لا يوجد درد أمريكي كافي كمان على الوساطة على مصر وكتار من أجل تكبير الدرد على حماس لورة الدرد هي بس درد بدون أي تهديد نحن نعرف بشكل دقيق أن مصر وكتار مباعد وحاصة المصر عندهم وسائل للتكبير الدرد على كيادة حماس أكثر بكثير من اليوم وما في أي استخدام بأي كلمة من لورة التهديد على حماس نحن نعرف إنه مصر عند كل المفاتيح لكتار غزة من كل نواحي وما في أي تقدم بنسبة لهذه السبيل بس أنا بقول لمن أحد نتنياهو وقفت لكنار نهاي أو مؤكد هو كبديل أو متبادل لازم يكون متبادل لا إعادة المحتفين إذا ما نقبل من حماس وما فيه حماس ما نقلت أي كائمة ألا تخشون في إسرائيل سيدا لون بأن يجركم نتنياهو إلى حرب لن تكون في صالحكم في إسرائيل يعني هذا ما يريده الرجل بحسب تقارير أمريكية بحسب تقارير الكثير من الأوساط والمراقبين بأنه لا مصلحة له بوقف الحرب على قطاع غزة ويريد أن يستدرج إيران أنا بعرف هذه الفكرة وأنا بقول أنه في موافقة عامة داخل إسرائيل بنسبة لإعادة المحتفين بس بأي شرط وهذا له أهمية لهذه المعادلة أهمية كبيرة جدا بأي شروط يزبدا كمان إيادة المحتفين بدون أي إنجازات جوهرية لمستقبل ماذا تريدون سيد ألوني بعد أربعين ألف شخص تحت التراب وتدمير قطاع غزة ولم يستطع نتنياهو أن يحقق هدفه هذا ألا يعتبر فشلا لنتنياهو ولابد من تحرك داخل إسرائيلي للقول له ابعد جانبا وترك الأمور لأصحابها الراني من الانتكابات البخلية والخارجية نحن نعرف في البنية التحتية داخل كتاع غازة ونعرف بشكل دقيق التمسك الحمسوي تبع كتاع غازة فوق الأرض وتحت الأرض طيب دكتور سمير غطاس على ماذا تفاوض حماس أنا سألتك سأعود لك سيد ألوني أنا بتاول سألتك على ماذا تفاوض إسرائيل الآن أسألك على ماذا تفاوض حماس كذلك أيضا نفس الشيء ينطبق على حماس هي تفاوض هي تفاوض فوق الطاولة على ما يسمى باتفاق 2-7 وتعلن أنها متمسكة باتفاق 2-7 وهو إطلاق الرهائم في المرحلة الأولى وربط المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية إلى ما أشرت إليه انسحاب كامل ووقف دائم لإطلاق النار وعادة إعمار غزة إلى آخره في حقيقة الأمر وأنا ربما كنت الوحيد ومن أول الناس إذا لم أكن الوحيد لكن كنت من أول الناس الذي قال وأؤكد مرة أخرى أن ما يجري التفاوض حوله حقيقة هو مسألتين أخريتين يتم التفاوض عليهم في عاصمتين إحداهم عربية والأخرى إسيوية ما يتم التفاوض عليه حقيقة هو مسألتين مسألة الأولى هي الضمانة الأمن الشخصي بعد اغتيال العروري العاصمتين يفاوض الولايات المتحدة على ضمان الأمن الشخصي لقيادات حماس خاصة أن إسرائيل تعلن علانية أنها قبل أن تغتال هنية كان لدي قائمة أعلنتها إسرائيل من ستة أشخاص كان على رأسهم هنية واغتالت هنية وبالتالي إسرائيل حماس تفاوض أيضا على الأمن الشخصي لقيادتها الأهم من ذلك أو بالتوازي معاه تفاوض على ما يسمى باليوم الثاني بالله يا دكتور سمير دكتور سمير بالله هذا معقول من الممكن أن يمر على عقل الإنسان تفاوض على حماية قادتها والقطاع ذهب وهؤلاء المدنيون ذهبوا إلى هذا الحد هكذا تفكيرهم أنا أقول للحضرتك لن أقول لك رأيي سأقول لك ما قاله موسى أبو مرزوق موسى أبو مرزوق هو أول رئيسا للمكتب السياسي لحماس وهو المسؤول عن العلاقات الخارجية الآن موسى أبو مرزوق قال نحن مسؤولون فقط عن حماس عن ما في الأنفاق أما الشعب الفلسطيني فهو ليس مسؤوليتنا هو مسؤولية الأمم المتحدة وكأن حماس لم تحكم قطاع غزة وحدها منفردة بانقلاب عسكري دموي من 2007 حتى 2023 وهذا الأمر يجب أن نقوله صراحة قبل من قبل وأبى من أبى حماس تفاوض على وجودها السياسي الآن أنا منذ ولدي يمكن أن مع حضرتك أو في المستقبل نقيم حلقة كاملة على ماذا فاوضت حماس في 2007 و2008 آسف 2008 و2014 و2020 و2021 هقولهم لك باختصار شديد يعني أن توسع إسرائيل تسمح إسرائيل بمساحة أوسع للصيد البحري أن تخفف من حصارها الاقتصادي وتدخل عدد أكبر من الشاحنات نمر التلاتة أن تضمن وصول الأموال التي تأتيها من قطر ويساعد نتنياهو ويتوافق نتنياهو يوافق على إدخالها إلى قطع غزة نمرت أربعة إدخال أكبر عدد من العمال من غزة للعمل في إسرائيل هذا ما كانت تفاوض عليه حماس سابقا دكتور اسمح لي دكتور سمير الآن تفاوض على مسألتين الآن نشتحت الطاولة سأخذ منك هاتين المسألتين سأخذ منك هاتين المسألتين لأنهما تهمن الناس تريد الناس تعرف من الذي تفاوض عليه الآن حماس سيد ألون في الداخل الإسرائيلي هل ثمت هاجس بأن نتنياهو يتصرف بمعزل عن رأي كثير من الإسرائيليين شعبا كانوا أو قادة عسكريين أو روحيين دينيين اجتماعيين ثقافيين بأنه يتصرف بمصلحة شخصية وبالتالي لا بد من شيء مختلف هذه المرة معه معه شوف التوضيخ الصغرى داخل المجتمع الإسرائيلي هي كالتالي 50% تكريبا أو ممكن 60% من المجتمع الإسرائيلي رح يصوتوا ضد نتنياهو إذا بكر سباحا يكون تصويته وانتخابات للحكومة نتنياهو أنا بقول 70-60% رح يحسر يحسر الانتخابات معناته إنه اللي بعبره انتكاد ديد أو موكف مختلف ديد نتنياهو هم كمان منافسين له سياسيا وفي استغلال من ناحية الكسم الكسم المعارضة أو معسكر المعارضة إذا بدك معسكر المعارضة اللي موجود داخل الكنيسة والبرلمان الإسرائيلي وكمان في الشوار الإسرائيلي يستغل الوضع كمان من ناحية سياسية يعمل نتنياهو سريعا سيدة لون يعمل على كسب اليمين المتشدد المتطرف سمه ما شئت وخسارة إسرائيل الرئيس الإسرائيلي أذكرك ببعض التصريحات الرئيس الإسرائيلي قال بأننا أمام شيء يهدد إسرائيل ليس الحكومة نتنياهو الرئيس حزب العمل قال بأن نتنياهو يتصرف بعنجهية ومن الممكن أن يقودنا إلى التهلكة غالنت يقول له بأنك إن لم توقع على صفقة نحن ننزل إلى حرب ليست في صالحنا بهذا المعنى إذن إسرائيل ترسل إلى موافقة أو دعونا نقول إنجاز أو احتمال الصفقة يكون بشروط إسرائيلية كافية نتنياهو سيواكي على صفقة طيب دكتور سمير سريعا سيكنع اليمين الإسرائيلي طيب سيكنع اليمين الإسرائيلي شروط إسرائيلية بعد كل هذا الدمار في قطاع غزة ما زال نتنياهو يصور على شروط إسرائيلية هذا الكلام يا سيدة دكتور سمير الآن أمران اثنان تفاوض عليهما حماس سريعا كي ننتهي من هذا النقاش أولا نحن مع حماس ومع كل الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني في وقف دائم لهذه المسبحة لأنني قلت وأكرر أن هذه الحرب ليست ضد حماس هي ضد الشعب الفلسطيني هم يقولون بأننا نقاتل الأرهاب يا دكتور وعشر ألف تحت الأنقار دكتور سمير سيد ألون على وجه التحديد هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني وليست ضد حماس نحن مع الوقف الدائم والسريع لهذه الحرب دكتور سمير اسمح لي لا يتعلق بالمفاوضات فإننا نريد صقفا سياسيا ومطالب سياسية لا يجب أن نفاوض على شوارع وحارات بعد كل هذه الخسار التي خسرها الشعب الفلسطيني لا يمكن أن نختزل المفاوضات على شارع هنا وشارع هناك يجب أن تكون المفاوضات لها أفق سياسي على الأقل أن نثبت أن غزة هي جزءا من الدولة الفلسطينية من الضفة ومن القدس الشرقية ومن جزء من وإذا حماس حريصة فعليها أن تترك ملف المفاوضات لمنظمة التحرير تستطيع منظمة التحرير أن تحصل كل ما تطالب بها حماس وأكثر أفقا سياسيا لهذه الحرب التي يستحق الشعب الفلسطيني الذي ضحى كثيرا يستحق مطالب وطنية أكثر من مطالب فقط أن تعيش لكن نحن مع وقف دائم وسريع لهذه المزبحة التي أتعرض لها الشعب الفلسطيني شكرا جزيلا من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط لدراسة الاستراتيجية دكتور سامير غطاس من تلابيب المستشار الأمني السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلي ألون نافيتار شكرا جزيلا